تمنوا الإدارة العامة لخفر السواحل في العمل بروح الفريق الواحد لذا حرصت على تكافؤ الفرص الوظيفية على حد سوى بين الرجل والمرأة فبعد أن أثبتت المرأة الكويتية جدارتها بالعمل في السلك العسكري سجلت مجموعة من الشرطة النسائية حضرهن البارز في قاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل كمهندسات في الإدارة الفنية ومن مختلف أقسامها بعد أن أثبتت المرأة الكويتية جدارتها بالعمل في السلك العسكري سجلت مجموعة من الشرطة النسائية حضورا لافتاً في قاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل في العمل كمهندسات في الإدارة الفنية في الإدارة العامة لخفر السواحل كلنا نشتغل كفريق واحد لأن الإدارة حريصة على تكافؤ الفرص الوظيفية سواء كانت للمرأة أو للرجل علماً بأن في سنة 1994 انضمت أول مرة لخفر السواحل واشتغلت في عديد من الأعمال والأقسام سواء كان عمل إداري وكذلك الأعمال الفنية وبعدما ثبتت المرأة الكويتية دورها وجدارتها بالعمل في السلك العسكري نشكر الإدارة العامة لخفر السواحل لإتاحة الفرصة لنا كأول مجموعة من الشرطة النسائية للعمل في القاعدة دورنا يندرج تحت الإدارة الفنية كمهندسات بمختلف الإقسام سواء عند قسم الكهرباء البانزين الديزل الحوض الجاف الأجهزة الملاحية وأيضاً صيانة القاعدة الإدارة الفنية حريصة على وضع خطط للصيانة سواء كانت صيانة دورية وأيضاً الصيانة الطارئة لمختلف القطع البحرية إن كانت عندنا داخل القاعدة أو في أحدى الجزر بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي تنفيها استخدام التكنولوجيا المتاحة عندنا علشان نضمن استمرارية عمل القطع البحرية بأفضل كفاءة ممكنة تتنوع المهام وتختلف الأقسام فالإدارة الفنية داخل قاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل ويبقى عمل المرأة مهماً وفعالاً في أعمال الصيانة فالمهندسات الكويتيات من الشرطة النسائية أثبت جدارتهم بالعمل الفني طبيعة عملنا هو قيام بعمل الصيانة في كامل القطاعات ابتداء من الأوسط بقاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل وكذلك القطاع الشمالي بمنطقة الصبية والجنوبي بمنطقة الخيران دورنا كمهندسين بالإدارة الفنية هو صيانة وأصلاح أي قطعة بحرية سواء كانت بالبحر أو بإحدى الجزر وأن أعمال الصيانة تشمل عديد من الأنشطة بهدف تحسين كفاءة وأمان القطاع البحرية ومن ضمن الأعمال التي نقوم بها هي فحص شامل للهيكل والمحركات ومعدات الكهرباء وأجهزة الملاحة ومعدات السلامة نجاحات النسائية في السلك العسكري أخرجت لنا كفاءات وطنية من الشرطة النسائية في خفر السواحل ذات طبيعة عمل دقيقة عبر مهندسات من الإدارة الفنية وبأقسام متنوعة راد الشمري قناة الأخبار